شكرا لك زاهر أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة الاقتصادية توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن أفاق الاقتصاد الإقليمي أن تحقق بلدان الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا نموا بنسبة 5% خلال العام الحالي وستقود دول الخليج الست المنتجة للطاقة قاطرة النمو الاقتصادي في المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الذي يتوقع أيضا صندوق النقد أن يسجل ما معدله 107 دولار للبرميل هذا العام ارتفاع أسعار النفط توق النجاة الذي ينتشر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تراجع النشاط والتباطئ خلال العام الحالي بحسب صندوق النقد الدولي وعليه فيتوقع أن تنمو اقتصادية المنطقة بنسبة 5% انخفاضا من 15% العام الماضي وتقود دول الخليج النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي في المنطقة العربية فالدول الست المنتجة للنفط ستشهد تسارعا في النمو إلى 16% من 12% العام الماضي على الجهة المقابلة فإن معدل التضخم سيبقى مرتفعا عند حوالي 14% بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وفي بعض الحالات بسبب انخفاض قيمة العملة والسياسات النقدية والمالية المتساهلة وبالفعل عكست التطورات الأخيرة تضرر الدول المستوردة للنفط في المنطقة مثل لبنان وتونس من ارتفاع أسعار السلع الأولية والأوضاع المالية الصعبة مما أدى إلى زيادة التضخم وتفاقم عجز حسابات المعاملات الخارجية والمالية ومع افتراضه بلوغ معدل سعر برميل النفط 107 دولارات فإن الأوضاع المالية للدول المنتجة للنفط ستشهد تحسنا واضحا ما يدفعها لأن تكون رافعة النمو الاقتصادي بالمنطقة وبالفعل سبق أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي للسعودية أكبر مصدر النفط في العالم إلى 17% العام الحالي مع صعود أسعار وكمية إنتاج الخامات دول الخليجي تقود قاترة النمو الاقتصادي في المنطقة وهو نمو يرى المراقبون أنه سيطال الدول العربية الأخرى على شكل نمو في التحويلات وتعزيز لتدفق الاستثمارات البينية